اشتركوا في القناة حيث أن هذا القرار هو خطوة نحو تطوير سوق العمل وتفعيل الأدوات الرقبية عليه وتعزيز فرص العمل للمواطن بجعله الخيار الأول للتوظيف وحفاظا على حقوق العمالة ومنع استغلالهم بما يعزز التنافسية وجهود التنبية لصالح المواطن بالدرجة الأولى مشيرا إلى أن تطور العمل المرن يمنع الجامع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري وأن تصريح العمل المرن أيضا لا يخول حامله من إصدار سجل تجاري أو توظيف الغير أو كفالة عمالة أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري كما وأن تصريح المرن لا يشكل منافسة فعلية للأنشطة التجارية أو المهنية للمواطنين اشتركوا في القناة